التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز الذي نقل تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس السيسي وخلال اللقاء نقل بيرنز إشادة بايدن بدور مصر المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية كما نقل بيرنز تهيات الرئيس بايدن للسيد الرئيس وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مصار التهدئة في قطاع غزة ووقف اطلاق النار وتبادل المحتجزين بالإضافة إلى دورها المحورية المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة وقد شهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف اطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة